بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأمعاب إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون يبتغون فغلا من ربهم ورعوانا وإذا حللتم فاصقادوا ولا يجرمنكم شلال قوم أن صدوكم عن المسجر الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على الذر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ونحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوبة والمتغذية والنطيحة وما أكل استبع إلا ما ذكيتم وما ذبح عن النصب وأن تستقسموا بالأسلام ذلكم فصقا اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوون اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإثلام دينا فمن اغطر في مخمصة غير متجالف لإثن فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبان وما علمتم من الجوالح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فقلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سليع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أقدان ومن يكفر بالإيمان فقد حذق عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاقفلوا بجوهكم وأيديكم إلى المرافق وانسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاقهروا وإن كنتم مرغاءوا على سفل أو جاء أحد منكم من الغرائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا صيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واخروا معمة الله عليكم وميثاقه الذي وافقتم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصرور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسق ولا يجر منكم شلال قوم من عماء ما تعدلوا يعدلوا هو أقرم للتقوى واتقوا الله إن الله خبير مما تعملون وعب الله الذين آمنوا وآمنوا الصالحات لهم موصرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسقوا إذ هم قوم أن يبسقوا إليكم أيديهم فتف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المثلون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصناة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسني وعثوتموهم وأقرأتم الله قبرا حسنا لأكفرم عنكم لأكفرم عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ظل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعماهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوح الرم مما ذكروا به ولا تزال تطلع على قائلة منهم إلا قليلا منهم إلا قليلا منهم فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا بيثاقهم فنسوح الرم منها ذكروا به فأضغينا بينهم العذاوة والبراء إلى يوم القيامة وسوف ينذئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبجر لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رغوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستطيم لقد ففر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فقرة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا أن تقولوا ما جاءنا من مشير ولا نذير فقد جاءكم مشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال الرسال قومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من الآلمين يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم وما تغتدوا على أذباركم فتنقلبوا خافرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جذبارين وإما لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أو يعموا الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكروا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إما لن ندخلها أبدا ما داموا فيها أبدا ما داموا فيها فالهب أنت وربك فقاتلا فالهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأقيد اخرق بيننا وأقيد اخرق بيننا وبين القوم الفافطين قال فإنها محرمة عليه الأربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفافطين واتنوا عليه من بأبني آدم بالحق إذ قربا قرمانا فتطبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتل منك قال إنما يتقبل الله من المتقين لإن بسطت إليك يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثني وإثني فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الوالمين فقوعت له نفسه قطل أخيه فقتله فأصبح من القافلين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري ليريه كيف يواري ثوءة أخيه قال يا وإذا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري ثوءة أخيه فأصبح من النابنين من أجل ذلك تتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فتاب في القرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فتأذنما أحياهم ما فجميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبيتنات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمصدفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويتعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو مصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو منفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إن الذين تاروا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غصور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وبتقوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تصنحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ومثله معه ليستدوا به من عذاب يوم القيامة من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مطيم والسالح والسالقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا لكانهم من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من معد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غصور رحيم ألن تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسادعون في الكفر من الذين قالوا من الذين قالوا آمنا بأقواههم ولم تتمنوا قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم الآخرين لم يأتوا فيحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا قطره وإن لم تبتوه فاحروا ومن يرد الله فتنته فلن تمت له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلبهم لهم في الدنيا خسي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أجتالون للسف فإن جاءوا تفحكم بينهم فإن جاءوا تفحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يردوك شيئا وإن حكمت ففحكم بينهم بالقص إن الله يحب المقصصين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ومرور يحكم بهم بالجون الذين أسلقوا للذين هادوا والرهبان الجون والأحبار والأحبار بما تحسروا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشروا ما ترشوا وما تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لن يحكم بما أنزل الله فونائكهم الكافرون وكتبنا عليهم فيها النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصار فمن تصدق به فهو كثار كله ومن لن يحكم بما أنزل الله فونائكهم الغالبون وقضينا على آتالهم بعيس بل مريم مصدقا لما بين يديه من الدورات وهدى وموعرة للمتقين وليحكم أهل الإنجير بما أنزل الله فيه ومن لن يحكم بما أنزل الله فونائكهم الفاسفون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب بين يديه من الكتاب ومهينا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءت من الحق لكل جغلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وألسوا من بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وحفرهم أن يسلوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يخيبهم أن يخيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاتقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوطرون يا أيها الذين آمنون تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الرالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسالحون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فاعسى الله أن يأتي بالفتح أو أفرده عنده فيصبحوا فيصبحوا على ما أتغروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا هؤلاء إن لذين أقصموا بالله جهد أيمالهم إنهم لمعكم شرطت أعمالهم فأصبحوا خافرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منهم عن دينه فتوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون نوم تنائم ذلك قبل الله يحطيه من يشاء والله واسد العليم إنما ونفلكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويعطون الزكاة وهم راكبون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا والذين آمنوا فإن حق الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا تتقر الذين اتقروا دينكم هزوا ونعبا هزوا ونعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أوتوا الكتاب من قبلكم والغفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا نابيتم إلى الصلاة اتقروا هزوا ونعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنطمون منا إلا أهلنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل منه قبر وأن أكثرهم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك متوبة عند الله من لعنه الله وقضب عليه وجعل منهم الطردة وجعل منهم الطردة والخنافير وعبد الله أولئك شرهم مكانا وأغل عن سواء السبيل وإلى ذلكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يفتمون وترى كثيرا منهم متالعون في الإثن والعجوان وأثنهم السحسن بالسما كانوا يعملون لولا ينهاهم ربان الشون والأحبار والأحبار عن قومهم المحن وأكلهم السحسن بالسما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله بغلولة غلت أيديهم ونعنوا بما قالوا بل يداهما مسوقتان ينفط في فيشاء وليسيبا تكيرا منهم ما أنزل إليك من ربك تقيانا وكسرا وألقينا بينهم العذاوة والبغضاء إلى يوم القيامة قل لما أوقضون غل الحرب أقفأها الله ويسعون في الأرض فسابا والله لا يحب المستدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأبقرناهم جنات النعين ولو أنهم أقاموا الزورات والإنجين وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من صوتهم ومن تحت أردنهم منهم رمة مقتصدة وكفر منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت لسالته والله يعصلك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لكتم على شيء حتى تطير التوراة حتى تطير التوراة والإنجين وما أنزل إليكم من ربكم وليزيد أنك كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك تطيانا وبفرا فلا تأسى على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابعون والنصارى والصابعون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر وعلى صالحا فلا خوف عليهم وما هم يحسبون لقد أخذنا نيسا قبل إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا ينببوا وفريقا يقتلون وحسبوا أن لا تكون كأن تنفعوا وصبموا ثم تاب الله عليهم ثم عبوا وصبموا كثير منهم والله بصير لما يأمنون لقد أقروا الذين قالوا إن الله هو المسيح والمريم وقال المسيح يا بني إسرائيل أعوذ الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة فقد حرم الله عليه الجنة ومقواه النار وما بالوالدين من الأنصار لقد تفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإلا ينتهوا عما يقولون ما يمثل الذين تفروا منهم عذاب أمين أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلق من قبله الرسول وأمه صديقه كانا يأتنا للصعام انظر كيف نمثل لهم الآيات ثم انظر أن نصفون قل أتعبدون من دون الله ما لا يهلك لكم غررا ولا نفعا والله هو السميع العميم قل يا أهل الكتاب لا تقلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أقواء قوم قد غلوا من قبل وأغلوا كثيرا وغلوا عن ثواء السبيل لعن الذين فقروا من بني إسرائيل عمال فارد داود وعيسى بني مريم ذلك بما أحوا وكانوا يعتذون كانوا لا يتماهون أمن منكرم فعملوه لديت ما كانوا يصعنون ترى كثيرا منهم يتولوا من الذين فقروا لديت ما قد زمت لهم أنفسهم أنسخ الله عليهم أنسخ الله عليهم وفي العذابهم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه وما أنزل إليه لاتقضوهم أولياء ولكن كثيرا ولكن كثيرا منهم فافقون لتجد أن أشدنا سعنا وتبني الذين آمنوا اليهود والذين أشرقوا ولتجد أن أقربهم وقتا من الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قصيتين ورغمان وأنهما يستكبرون وإذا تنهوها قلتنا إلى الرسول ترى أعلم تفيه من الذنب مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاهتبنا مع الشاهدين وما لنا نؤمن بالله وما جاء من الحق ونقمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خانقين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكلبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحذبوا طجبات ما أحن الله لكم ما أحن الله لكم ولا تعتبوا إن الله لا يحب المعتدين وقلوا مما رزقت الله حلالا طيبا واستقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يواقذ كل الله باللغم في أيمانكم ولكن يواقذكم بما عقبتم الأيمان فكفارته إضعام عشرة مساكين من أوسق ما تصعيمون ما تصعيمون أجليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه فمن لم يجلق حيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حنفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبجن الله لكم آياته نعنكم فاشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأسلام والأنصاب والأسلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبرضاء في الخمر والميسر والميسر ويصبه عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم تهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحفظوا فإن توليتم تعلموا إنما على رسولنا الزماء المبيل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جلاح فيما قعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله شيء المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبدو أنكم الله بشيء من الصير فنالوه أيديكم ورماحكم ورماحهم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتبى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرر ومن قتله بكم متعمدا فجساء مثل ما قتل من النعم يحكم به دواعدهم منكم هديا مالغا الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عبر ذلك صياما ليذوق وبال أمله عفى الله أم ما سنف ومن هذا ينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل نفل صيد البحر وطعامه مساعا لكم والثيارة وحرم عليكم صيد البل لما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقنائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شهيد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاء والله يعلم ما تبدون وما تفهمون قل لا يستوي الخبيث واتفجب ولو أعجبك فكرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي العزاب بلعنكم تفنحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدنكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدنكم عفى الله عنها والله غفور حنين قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولا جن الذين تفروا يفترون عن الله الكذب وأفترهما يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا قالوا حسبنا ما وجبنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يغلقون من ضل إن استبيتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حرى حدثم الموت حين الوصية حين الوصية حين الوصية اثنان دوا عدل منكم أو آخران من غيركم أو آخران من غيركم إن أنتم غربتم في الأرض فأصابتهم مصيبة الموت تحمسون تحمسونهما من بعد الصلاة آخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم من الذين استحق عليهم الأوليان فيقصمان بالله فيقصمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذن من الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهنا أو يخافوا أو يخافوا أن تقرد أيمان بعد أيمانه واتقوا الله واصمعوا والله لا يهزي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغلوب إذ قال الله يا عيث بن غري ملغ النعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإن علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والمجين وإن تقلق من الخير كهيئة الخير بإذني فتنفق فيها فتكون خيرا بإذني وتبرئ الأذنه والأبرص بإذني وإن تقلق الموتى بإذني وإن كفرت بني إسرائيل عنك إذ جدهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سكر مبين وإذ أوحيدوا إلى الحوالي جين أن آمنوا بي وبرصوني قالوا آمنا واشهد بأن منا مسلمون إذ قال الحواليون يا عيت ابن مريم هل يستطيع ربك هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتقل إلي قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيث من المريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا واقلنا وعيدا منك وارزقنا وأنت خير الواسطين قال الله إني منسلها عليكم فمن يقفر بعد منكم فإني أعذبه فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيس بن مريم أنت قلت لما تتخروني وأمي إلى هيل من دون الله قال سبحان فما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي وما أعلم ما في نفسك إن كنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرت لي به أن اعبر الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا لما دنت فيهم فلما توفيت لي كنت أنت الرطيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصابقين صدقهم لهم جمع تجريب تحتها الأمهار قالبين فيها قالبين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضو أه ذلك الفوت العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهم وهو على كل شيء قدير أمهار أمهار أمهار